أشهد حزب السادات الديمقراطي بحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواطنين وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عفة السادات قال إن القرارات التي اتخذت اليوم من رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه للعملين بالدولة تعتبر تنفيذا حقيقيا لتوجيهات الرئيس السيسي واعتبر السادات أن قرارات الحكومة اليوم هي بمثابة دعم حقيقي من الرئيس السيسي للمواطنين عامة مضيفا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تظل حريصة على حماية المواطنين من أي ارتباك مع الأزمات العالمية إذ قامت بتوفير السلع والاستمرار في المشروعات القومية والبنية التحتية وتحقيق حياة كريمة للمواطن